إذن والآن مشاهدين هذه صور مباشرة لحركة النزوح المستمرة في قطاع غزة الصورة تعكس حجم الدمار كذلك الذي حل في القطاع حركة كبيرة للنزوح تجاوز عدد النازحين حتى الآن 137 ألف شخص معظمهم تقريبا 120 ألف شخص توجهوا إلى مراكز للأنروا أكثر من 70 مركزا للأنروا الآن يحوي النازحين تقول الأنروا أن المساعدات تكفيها لأيام وبحد أقصى لأسابيع ولكن الوضع الإنساني في ظل السياسة والقرار في قطع المياه الكهرباء والطعام عن القطاع ينذر بما هو أسوأ بكثير في ظل القصف على القطاع بالشكل المكثف وهذه الوتيرة السريعة نتحدث عن قصف كل دقيقتين أو ثلاث دقائق على أكثر تقدير ترجمة نانسي قنقر